السلام عليكم كيف حالكم شاء الله تكونوا بخير شباب جيب لكم الخبر تازى حركة الفنش تقفوه على كود موبايل فأنا في هذا الفيديو رح افرجكم كيف تفعلوها الموضوع جدا بسيط وبعد ما فعلها يا شباب كمان رح افرجكم حركات الفنش باكتر من الشخصية اولا يا شباب تروح على الاعدادات تمام بعد ما تروح على الاعدادات تروح على اساسي وبتنزله هيك شوي لتحت كمان 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 لحتى توصل عند خيار اسمه السكين سريع شايفينه على اليسار اخر شيء تضغطوا عليه بعد ما تضغطوا عليه شوفوا على اليمين في خيار اسمه عددات الاعدام ممكن انت يكون محطوط عندك ضغطة مطولة فانتبع على هذا الخيار لا تحطوا ضغطة مطولة عيف ونقرة واحدة بعد ما نفعل هذا الخيار يا شباب انتبهوا في شغلة كتير مهمة بتروح على شكل مخصص وشايفين هذا السكين يا شباب انتبهوا خلينا ارفع لكم الشفافية هذا السكين هو اللي رح يكون الفنش فهمتوا عليه كيف فحطوا بمكان اصبعتك ترتاح عليه يعني هلا مثال انا رح احطه هون تمام يا شباب انتبهوا المكان المناسب حطوا فيه والله خلينا نروح ندخل تدريب ونجرب حركات الفنش باكتر من شخصية طب هنون هلا في عندي شخصية غوست وكم شخصية ثانية خلينا نبلش يا شباب من شخصية غوست واشي خلينا اطلع الناس اضافة لعبين ضيف 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 يالله يا باشا خلينا نروح نجرب بالبوتات يالله شوفوا مجرد وما جيتوا من وراء اللاعب شوفوا بيعطيكم خيار الاعدام فاعثر يا باشا بس لك واقف يا باشا استنى شوي البوت ما عم يخليك طيب يا شباب شوفوا بتجيب من وراء اللاعب تكسوا على الخيار زر الاعدام السكين اللي هو شوفوا هلا حاليا عم جرب بشخصية غوست تمام هيك رح تكون الفنش لبقى اسفية اكيد رح يطوروه اكتر والله خلنا ننتقل لغير شخصية ننتقل لهاي الشخصية اللي ما بعرف اساسها شو اسما شوف يا شباب كمان بنجرب ندار يا باشا ابنع والله هيكيف على الحركات تعريبا الحركات متشابهة لبعض يعني بدهم تطوير اكتر خلنا نجرب هاي الشخصية تعال يا باشا لا بأس لا بأس والله يعني الحركات حلوة يعني فلاحظون يا شباب خليني اختم الفيديو كانت لغاية بس اعلمكن كيف تفعلوه حركة الفنش عددات وعلت السلام لايك واشتراك وشوفكم الفيديو القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته